أهلا بكم بريا كان وضعها مش على الأحسن ما يكون ولكن ظهر لها حاجة غريبة يا طرأ اي الحاجة الغريبة و ايه لممكن بريا تستفاد منه في الأحداث دي خلينا نشوف النهاردة يالله بينا أهلا بكم في الحلقة التاسعة من الراوي As you know we are speaking about بريا's story احرام نتكلم عن قصة بريا في الليفل دا What is gonna happen next يترأي لا يحصل Let's see and continue The Time Travel Plumber Part 2 Christy caught Peter of Perea She opened the door and peered inside To her surprise She found a miniature plumber sitting there He wore old-fashioned overalls And had the toolbox by his side Hello The plumber said Tapping his hat I'm Fred The Time Travel Plumber I fixed leaks in the fabric of time Now it's your time Listen and repeat It's my name It's my name And my name is Karamaya Christy caught the Peter of Perea She opened the door and peered inside To her surprise She found a miniature plumber sitting there She found a miniature plumber sitting there He wore old-fashioned overalls and had a toolbox by his side Hello The plumber said Tapping his hat I'm Fred The Time Travel Plumber I fixed leaks in the fabric of time What are the most interesting answer What are the number types of words Curiosity To be curious Has anyone had a색 of everything C семogen God the Peter of A water To be curious 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 Go to picture of A maniature which means tany or mصغر or صغير Plumber All the fashion overalls Overalls هي الملابس اللي بيلتبسها Vocational Works اللي بيشتغلوا أعمال حرفية أوكي وده عبارة عن A kind of clothes نوع من أنواع الملابس بيرتدو while they are working A toolbox صندوق الأدوات أو صندوق العدة Tipping البقشيش Legs تسريبات Fabric of time يعني نسيج الزمن Fabric ده النسيج Fabrics الأنسجة and so on قارة الجرامر اللي عندنا النهاردة هي أولا زمن ال present simple واحد من دمنا أشهر الأزمالة في الاستخدام لأنه بيستخدم To express a routine or a habit or a fixed schedule يستخدمون التعبير عن شيء متكرر أو عادة متكرر القيام بها أو موعيد سفتة دايما أنت ملتزم بها هذا الأزمال التكوين بتاعه إما يكون من الفربي مع الفعل الجامع أو مع أو أو يضاف للفعل مع الفعل المفرد أو مع أو أو أجل الأم هنا جت لأن هذه الوظيفة المعتادة لي كان ودلوقتي ومستقبلا هيقوم بنفس الوظيفة فهي تدل على repetition أو التكرار بتاع action فبالتالي استخدمنا زمن المدارع البسيط الزمن الثاني هو ليس بجديد هو امتداد للزمن اللي احنا بنشرحه من القصة الأولى وهو أو الماضي البسيط وقلنا في الماضي البسيط أوكي تقدر أن انت تستخدمه للتعبير عن حدث تم وانتهى في الماضي وأن الأفعال فيه أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة هنا نقدر نستخدم كأداة عطف أوكي ككوروورنيتر عشان تجمع علمه بين فعلين في الماضي المثال هنا بيقول she opened the door first action and beard inside يبقى and هنا جاعت جملة بكم فعل بفعلين الحلقة النهاردة هو put the word curiosity in a sentence عاوزين كلمة curiosity في جملة هتكتب الجملة في التعليقات وما تنساش كل إجابة صحيحة تعد بنقطة ولو جمعت أكبر عدد من النقاط لك الفرصة تحصل على كورس مجاني أو خصومات على الخدمات المقدمة من أهل سويتجو صحوركم سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر